وكلة والانباء الجزائرية عنونت على موقعها الرئيس بوتفليقة يختر المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته وفي التفاصيل رسالة الاستقالة التي أكد فيها بوتفليقة أن القرار يأتي لتهدئة نفوس المواطنين وعقولهم جريدة أوغيزون خصصت صدر صفحتها الأولى لتصريحات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تصريحة أكد فيها ضرورة التطبيق الفوري للمواد 7 و 8 و 102 من الدستور في حين نقلت على الجانب الأيمن من الصفحة قرار استقالة الرئيس لتعود في صفحتها الرابعة لردود فعل بعض الأحزاب السياسية استقالة دون تأثير على الحراك تقول الأحزاب والأهم كيف يمكن الخروج من هذا الانسداد جريدة والوطن الناطقة بالفرنسية أكدت أن الرئيس كان مجبرا على الرحيل بعد ضغط مزدوج بين الشعب ومؤسسة الجيش وعادت في تفاصيل الخبر إلى تسارع الأحداث الأخيرة التي أدت لانسحاب الرئيس بوتفليقة من المشهد السياسي جريدة والشروق عنونت نهاية بوتفليقة نهاية تأتي بعد ساعة من بيان المؤسسة العسكرية وبعد أربعين يوما من الحراك أخيرا تقول الجريدة الرئيس يستقيل جريدة والخبر عنونت صنامي حراك الشارع يعيد السلطة إلى الشعب وعادت في موقعها الإلكتروني وكتبت الأمنية لم تتحقق في إشارة إلى أمنية الرئيس بوتفليقة بالبقاء على كرسي الحكم إلى أن توافيه المنية حسب الجريدة جريدة والنهار عنونت بوتفليقة يستقيل وتطرقت في صفحتها الخامسة لاجتماع المجلس الدستوري اليوم لإثبات حالة الشغور وإختار البرلمان ورافقت خبر الاستقالة بتصريحات الفريق أحمد قايد صالح حول العصابة التي نهبت ثروات البلاد وتحاول تهريب هذه الأموال إلى الخارج جريدة والبلاد من جانبها عنونت الشعب ينهي حكم العصابة عادت فيه إلى تقديم الرئيس استقالته لبلعيز بعد البيان الناري لوزارة الدفاع وخصصت خمس صفحات للخبر عادت فيه لانهيار نظام بوتفليقة في الربع ساعة الأخير استقالة بوتفليقة كان لها نصيبها في الصحف العربية والعالمية جريدة الرياض السعودية عنونت في صفحتها الأولى الرئيس بوتفليقة يستقيل رسمياً وكتبت بوتفليقة يهدئ نفس الجزائريين بخطاب استقالة جريدة القدس العربي كتبت الجزائر دون الرئيس بوتفليقة للمرة الأولى منذ عشرين عاماً جريدة لماند الفرنسية وعلى موقعها الإلكترونية عادت إلى الأجواء في العاصمة الجزائرية بعد إعلان الاستقالة ونقلت عنهم أن الشعب قد انتصر وسعيد باستقلاله الثاني ولكن ورغم ما تحقق لا تزال هناك مطالب أخرى وهو ما تطرقت إليه جريدة لبغاسيون التي نقلت عن الجزائريين أنهم كسبوا المعركة وليس الحرب جريدة واشنطن بوست عادت إلى استقالة الرئيس بوتفليقة من خلال نقل ردود فعل شركائها الدوليين ونقلت نظرتهم لعملية الانتقال التي يتابعونها عن كذب